اصنع بنفسك أغلى كريم لمقاومة التجعيد وشد البشرة والقضاء على التصبغات أفضل من الكريمات اللي بتباع في الصيدليات بألافات الجنيهات وفي صالونات التجميل بجدد كنز ومعجزة يعني أنا عايز أقولك هيحفز الكولاجين ويشد التجعيد وهيقضي على التصبغات الجلدية هيقضي على النمش والكلف والخطوط الروفية هيفتحك من دراجتين لتلات أربع درجات أقوى حاجة هتعمليها تؤديلك تماما على علامات الشيخوخة رؤوس السوداء والبيضاء والنمش قصما بالله هتعمليها وقولي ودعا للتجعيد وللأبد صلوا على رسول الله شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد ولو أول مرة تشوفوني أنا مامة سولة إسراء فاتحة سكتش أول حاجة كده كل اللي احنا هنحتاجه هو اللي بان الدقر والكمية دي هي اللي أنا هحتاجها اللي بان المر هقولكو حاجة عنه كده سريعة اللي بان المر من أكتر الحاجات اللي بتحفز القولاجين بتشد البشرة بتتغلغل داخل طبقات الجلد بالكامل فبتأخر علامات الشيخوخة وبتقضي على التصبغات الجلدية أثبت علميا أنه هو أقوى من البوتكس والفيلر وإبر النضارة لشد تجعيد الواجهة بعد كده حبدأ أضيف ربع كباية من اللبن واللبن هنا لازم يكون كامل الدسم وعلشان اللبن ما تكتلش مننا هنبدأ أن احنا نزود ربع كباية بكباية كبيرة من المياه البردة صلوا بقى على الرسول الله اكتبوا لي في الكومنتات بتشوفوني منين وما تنسوش تشاركوا الفيديو علشان الكل يستفاد ويجزاكم الله كل خير بعد كده حبايبي حبدأ أن أنا أسيب اللبان المر منقوع مع اللبن والمياه أقل حاجة كده نص ساعة أقل حاجة نسيبهم منقعين لمدة نص ساعة علشان ما ياخدش مننا على النار وقت طويل ونحافظ على كمية اللبن والمياه بعد نص ساعة أو ربع ساعة بالكتير حبدأ أن أنا أضيف زر الورد المجفف أنا هنا ضفت معلقتين من زر الورد المجفف طبعا بيدي ريحة تحفة بيدي مالمس ناعم ونضارة غير طبعية أنا عايزة أقولك لو أنت شديدة الإسم رار بعد الفيديو ده مستحيل حتبقي بيضة بنسبة مية في المية لو بتخرج كل يوم في الشمس حتقولي ودعا للتصبغات الجلدية لو عندك تجايد هتقولي ودعا لها تفتيح فور وشد للتجايد هيصغارك عشرين سنة بيفتح المناطق الدكينة في الجسم ضفت معلقة متوسطة من البابونج والبابونج من أكتر الحاجات اللي بتقضي على الحبوب وبتمنع ظهورها مرة تانية في البشرة أنا هنا قلبت البابونج مع زر الورد مع اللبان المر واللبن والمية وحبدأ أن أنا أرفعهم على النار لمدة ربع ساعة في خلال الربع ساعة دي لحد ما يغلو كويس جدا هنبدأ أن احنا نجيب كوباية وهنضيف ليها معلقة من اللبان المر اللي هو اللبان الدكور يعني وحبدأ أن أنا أضيف للبان المر مكون بقى هيدكي تفتيح ونعومة لبشرتك هيحسسك أن أنت عندك 20 سنة ولو أنت صغيرة في سن وبشرتك مش فتحة فهو هيفتح بشرتك جدا فحبدأ أضيف كده معلقتين من مية الورد تمام بعد كده بقى حبدأ أن أنا أقلب كويس قوي مية الورد مع اللبان المر أحلى حاجة بقى في المية اللي احنا هنعملها دي أو التونر ده إنهو يعني مكونين طبيعيين أقوى من بعض فإحنا هنسيبهم كده منقعين سوا لمدة 3 دقايق وبعد كده هنصبه في يوم المية المغلية علشان طبعا اللبان المر يدوب بكله سهولة وناخد كل الفوائب بتاعته وحنقلب كويس جدا بالشكل ده طبعا أنا مش هستغنع على اللبان المر هيفضل كده في القطبية لحد ما الكمية تخلص المهم إن احنا هنقلبهم كويس قوي عايز أقولك إن في العصور القديمة ما كانوش بيعتمدوا الكريمات فكانوا بيعتمدوا أكتر على اللبان المر لشد التجعيد وفعلا ليه قدرة خارقة في شد التجعيد بعد كده المكونات كانت غلط تماما وكانت كلها خدت لون الحليب ده لإن اللبان المر بدأ يدوب أصلا فحبدا إن أنا أصف كده كل المكونات واضغط عليها بالمعلاء علشان أخد كل الفوائد بالمناسبة رحيتها حلوة جدا فهبدأ أضغط كده لإن ده كنز لا يقدر بسمن فأنا مش عايزة أرمي منه أي حاجة أنا عايزة أقولك إن أنت لو أغنى واحدة في العالم وبتستري في فلوس كتير أوعد تجميل مستحيل عمليات التجميل تديك النتيجة اللي أنا هعملها لك في الفيديو ده مستحيل بعد كده حابدأ أخد 3 معالق أو 4 معالق من الكنز اللي في الطبق ده وضيف للمياه اللي في الكباي طبعا اللي في الطبق ده أصلا معجزة يعني مكونات كلها طبيعية ولكن خارقة عايزة أقولكم إن الكريمات اللي بنستخدمها أصلا بتتصنع من الحاجات دي بنسب بنسب ضئيلة يعني مش كتير فإحنا عاملين هنا القوالة عالية جدا وحاجات طبيعية بنسبة 100% حابدأ أجيب كوباية تانية وتكون فيها نصف مياه كده تبقى مستلجة يعني جايبينها من الفريزر تبقى مياه سقعة كده أو مكسرين فيها تلك ده مهمة أو خطوة دي وحابدأ أضيف معلقة كده متوسطة من النشا وأدويبها كويس جدا مع المياه المسلجة صلوا بقى على الرسول الله ولو وصلت لحد هنا لايك وكومنت حلو اكتبوا لي بتشوفوني أو بتتبعوني من أي بلد أو من أي دولة عايزة أقولك حتستخدمي الوشك والجسمك والكفوف الإيد والرجل والكواع والركب والجسم كسما بالله حيصغارك 20 سنة ولو أنت عروسة بقى فالوصفة دي معجزة لك لأن الكل حينبير من جمالك ضفت 3 معالق من الدقيق مع النشا وقلبت كويس قوي ليه ضفنا الدقيق علشان نعمل كريم صافي كده ما يتكتلش لازم نضيف الدقيق ويا النشا علشان الكريم بتاعنا يفضل صافي كده وجميل ومهما غاب عندنا في التلاجة لأن أنا يعني بصت ويتم حفظه في التلاجة بالسنتين الكمية اللي أنا بعملها دي على فكرة كتير جدا هتقولي ودعا لكل الكريمات وكل البرندات وكل الحاجات اللي انت بتشتريها غلي بعد كده حبدأ أضيف كل المكونات دي بالتدريج للطبق وحقلب وخلط كويس قوي كل المكونات كويس جدا بالشكل ده أهم حاجة أن احنا نخلطهم وننزجهم كويس جدا علشان يبقى الكريم بتاعنا صافي بعد كده حبدأ تاني أن أنا أنقلهم للكسرولة صلوا على الرسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هاخد الكسرولة دي وحرفها على النار لمدة خمس دقايق مع التقليب المستمر هتديك الكريم التحفة الإنسيابي ده ما فيش بقى تكتلات ولا أي حاجة خالص حبدأ أجيب أي طبقة تاني وحبدأ أنقل الكريم بتاعنا بجد معجزة جبار عايزة أقول لكم علشان تشتري من بره هتشتري غالي جدا ومستحيل يبقى بنفس الجودة دي فهبضل كده أقلب لمدة 3 دقايق علشان بس يعني نهدي درجة الحرارة بتاعة الكريم شوية بصوا هنا منمسوا عامل إزاي أصلا شايفين الجمال تحفة والله العظيم عايزة أقول لكم حيشد لك التجعيد مهما أنت تعبت من المسكات وما فيش حاجة بتجيب معاك نتيجة فأنا عايزة أطمنك وأقول لك أن ده حيجيب معاك من الآخر حيديك تفتيح على فكرة ينفع للبشرة الحساسة أحلى حاجة في الكريم ده أن ينفع لكل أنواع البشرة بلا استثناء ضفت معلقة من مية الورد وهخلطها كويس قوي إدت ريحة تحفة ونعمت الكريم بتاعنا أكتر فهبضل أقلبها كده مع الكريم بتاعنا لمدة 3-4 دقايق تمام طبعا مية الورد زي ما قلتلكم بتأخر علامات الشيخوخة هو الكنع ده أصلا يعني حطيه تحت باند كده إن ده رقم واحد عالميا لإزالة التجعيد والقضاء عليها وتأخير علامات الشيخوخة بعد كده هنبدأ نجيب كريم نيفي أو أي كريم عندك أصلا بس أنا بفضل الكريم ده جدا مع الوصفة ديك هو إحنا هنمزجه هو مش هيدوب معاكي أوي ولكن الفوائب بتاعته هتنزل في الكريم بتاعنا فحبدأ كده أخذ يعني حاجة بسيطة ربع معلقة لا يعني مش أكتر حاجة بسيطة جدا هتدينا ريحة وهتنعملنا الكريم أكتر وأكتر هي قامش هتبقى سايحة معي قوي ولكن هتبقى تحفة معي هقلب كده وحفظة لقلب لحد ما تحس إن كتعة الكريم دي بقت فتفيت صغيرة كتعة صغيرة جدا وظاهرة كده في الكريم بتاعنا يعني ما تبقاش كتلة واحدة وده بقى أهم حاجة طبعا كلكم سمعتوا عن كريم اللي بان المر اللي هو اللي بان الدكر كتير ولكن مش هتلاقوا أفضل من الطريقة دي لو عملتها بجد حتدعولي عليها فأنا هخلط كده وحاول إن أنا أدوب بقدر المستطاع الكريم مع كريم اللي بان الدكر تمام هنا بدأت فتفيت معايا خالص ههوت بحاول يعني بقدر المستطاع ما تعملوش بالهند بلندر ولا أي حاجة خالص هو ده بيبقى شكله مبدئيا كده هو ده بيبقى شكله إحنا ضفنا الكريم والكريم سخن فكل الفوائد هتنزل فيه ولما يبرد هتلاقيه صح معاه أكتر يعني كل ما يبرد كل ما هيصح معاه أكتر تمام عايز أقول لك والله العظيم بإذن الله هيجيب معاك نتيجة من ثلاث أيام ضفت ربع معلقة من البيكنج بودر يدي اختيارية إحنا بندفها علشان بتأشر الجلد وبتقضي على الحبوب وبتفتح برضو البشرة والمناطق الدكينة زي البكيني والأندرارم كمان بتقضي على الرؤوس السوداء والبيضاء ولكن لو أنت بشرتك حساسة فأتقدر أني أنت تستغني عن البيكنج بودر نهائيا تمام قلبت وخلطت كويس قوي البيكنج بودر مع الكريم بتاعنا حابدأ أضيف الكابسولة اللي أنا مقدرش أستغني عنها وهي فيتامين هي تمام حابدأ أخذ كابسولة واحدة فقط لا غير من فيتامين هي وهابدأ كده أن أنا أضيفها للكريم بتاعنا أنا بحاول بقدر المستطاع أن الكريم ده يكون مفيد جدا أني أنت تستفادوا منه بطريقة خارقة يعني يجيب معاكم من الآخر بعد كده حابدأ أضيف إن باع لقتين من أي بيبيويل عندك أي زيت أطفال عندك أي أن كان نوع زيت الأطفال اللي عندك دي في معلقتين تمام أنا عايز أقولك إن الكريم ده كمان بيدي ريحة حلوة جدا هاخلط كده البيبيويل مع الكريم بتاعنا لمدة دقيقتين لحد ما يمتازجوا كويس جدا سوا هاخلطهم كويس مرة واثنين وثلاثة كده بقى نقدر نقول إن الكريم بتاعنا بقى جاهز معايا تعالوا ما أقولوكم زي نستخدمه لطريقة الحفظ مبدئيا كده بيتم حفظه في التلاجة في أي علب عندك لها غطى وأي برطمان يستحسن علب إزاس كده حد ما تخلص الكمية بعد سنتين بعد ثلاثة طول ما هو في التلاجة أنت في أمان كريم ده مستو إن هو بيعيش معاك للسنين والكمية اللي أنا عامناها على فكرة كتيرة جدا يعني هتعملي كل ثلاثة سنين مرة وتفضل تستخدمي ومهما تجباري هتلاقهم بيقولوا لك هو أنت بتصغاري إزاي بجد الكريم ده تفضل طريقة الاستخدام إن إحنا بنفرده على وشنا ممكن لو عايز تستخدمي الكريم يبقى نقطة واحدة فقط وتوزعيها لو عايزة تستخدميك كريم للمناطق الداكنة البكين الاندر آرم اللي كباع ركب الرجل وإيد كف إيدك وشك رأبتك إيه نقطة لو عايزة تستخدميك كريم طيب لو عايزين نستخدمه كقناع فإحنا بنفرد ثلاث طبقات فوق بعض على وشنا أو أي منطقة بيتساب لمدة نص ساعة لحد ما ينشف تماما في القيف حرقات دائرية كده والحرقة دي بتشين معاها كل رؤوس السوداء طبقات الجلد الميتة وبعد كده اخسلي وشك أو جسمك عايزة أقول لك لو أنت استخدمتيه بشكل يومي ككريم أو كماسك لو استخدمتيه كماسك يبقى مرتين أسبوعية لو كريم كل يوم نقطة واحدة فقط لغير وما بيتغسلش لو استخدمتيه ككريم عايزة أقول لك بيعمل ايه بيشد التجاعد لإنه بيحفز كولاجين ومنشط الدورة الدموية وبيتغلغل داخل طبقات الجلد فبيأخر علامات إيه الشاي خوخة بيفتح البشرة من درقتين لثلاث درجات طبعا يعني أقوى حاجة كمان بيعملها أنه هو بيقدي على التصبغات الجلدية البقع البنية الدكنة النمش عايزة أقول لك كمان بيقدي على الحبوب وبيزيلها وبيزيل أثارها بيفتح المناطق الدكنة في الجسم وبيفتح الإغمئاء بيقشر كل طبقات الجلد الميتة وبيقدي على الخطوط الرفيعة اللي بتكون متواجدة في الجسم بالأخص منطقة البطن أو الأرضاف اللي بيكون لونها أبيض ده زي ما قلتلك لأنه كمان بيشد التراهولات لأنه هو أصلا بيحفز الكولاجين أما بالنسبة للتونر التحفة ده فده أنا مقدرش يستغنى عن تونر ده عايزة أقول لكو يعني إيه رهيب علشان تشتري من بره خاصة من اللي هتشتري بألوفات مؤلفة من أكتر أنواع التونر وأكتر أنواع الكريمات اللي هتشتريها غالية هي دي فأعمليها في البيت بكوالتي عالية طبعا التونر ده هتشليه في التلاجة جيبي قطنة كده أو تغذي بإيديك كده ويتغرق وش كل يوم مرة كده الصبح ومرة بالليل هتلاقي ترتيب هتلاقي نعومة هتلاقي بشرة فتحة هتلاقي نظارة غير طبعية مفيش حبوب مفيش تصبغات مفيش بقع كل اللي حيشوفك بجد حيسألك انت عملت إيه بشرتك فالتونر ده من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها خصوصا كمان في شهور الصيف أو في الحر اللي إحنا فيه ده فأنتي استخدميه مرة الصبح ومرة بالليل كده هل وشك كده أو كده هل جسمك المناطق الدكنة في الجسم قصما بالله يفتحك من 3 ل 4 درجات وبجد كانوا بيستخدموا زمال لشد التجعيد أنا عايز أقولك إنه هو أقوى مليون مرة من إبر النضارة وعايز أقولك إنه أقوى من البوتكس مليون مرة كده أنتوا بجد جربوه هيديكم بشرة فاتحة ناصية الفياض زي الحليب الصافي هيشد التجعيد وحيزيلها وده من الأول أو تاني تالت استخدام بالكتير هيفتح لك البكيني والأندر آر موقفوه في إيدك وجسمك بالكامل عايز أقولك الكل هيسألك عن سر جمال بشرتك المفاجئ فأجربيها وشاركيها وأشوفك على خير